اشتركوا في القناة وتعالى نتوكل ونستعين ينطلق بحفظ الله ورعايته عاشر الاشواط وهذا هو شوط الختام وبعد هذا الشوط مباشرة سوف يزدل الستار عن منافسات الاجذاع من هنا من على ارضية ميدان البصير نسير بحضراتكم مع الصدارة ومع المركز الاول حيث تنطلق وعد بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية يتصدر مع وعد على مقدمة هذا الشوط ننتقل الى المركز الثاني نشوف ونتابع اللي على مستوى المركز الثاني شعار بن حمدل يتقدم على ظهر شواهين لمحمد بن صالح بن حمدل الطلاب الفهيدي يتقدم مع شواهين على مستوى المركز الثاني بينما النقلة والانتقال الى ثالث المراكز والى تحدي واندفاع سرابة لسيد حسن بن ناصر بن حسن الجفالي النعيمي يتقدم على ظهر سرابة على مستوى المركز الثالث رابع المنطلقات معنا هذه الواصلة بشعار عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخص المري يتقدم مع الواصلة على مستوى المركز الرابع بينما المركز الخامس يأتي هذا الاسم الممتاز وينطلق ايضا تنطلق روعة بشعار محمد بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان هذه الخمسة المراكز الاولى دعناها على مسامعكم لنعود الى المقدمة ونعود الى هذا الانفراد الكبير الذي يجمع الاسمين يجمع شعار العطية ويجمع شعار بن حنظل على مقدمة هذا الشوط المركز الاول مع وعد خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع وعد على اول المراكز على مقدمة هذا الشوط بهذا الاداء الكبير وبهذا الانفراد الممتاز نقلتنا على المركز الثاني انشوف القادمين اول الواصلات على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات تصل اللي هي شواهيل لسيد محمد بن صالح بن حمضل الطلاب الفهيدي بينما النقلة والانتقال الى ثالث المراكز والى تحدي واندفاع سرابة تتسرب الى ثالث المراكز وثالث الانطلاق حسن بن ناصر بن حسن الجفالي نعيمي بينما النقلة الى رابع المراكز والى اندفاعة الواصلة لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخص يتقدم شعار الواصلة على مستوى المركز الرابع والمركز الخامس هذه روعة محمد بن راشد بن محسن بن حمد بن عبداني يتقدم مع روعة على مستوى المركز الخامس عودة الى الصدارة بعدما تابعنا المراكز الخمسة الاولى التي لم يطرق فيها اي تغيير حتى هذه اللحظات نعود الى شعار العطية مع المركز الاول ومع الصدارة ومع انطلاقة وتحدي وعد جاءت على الوعد لتكون على الوعد يا العطية خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع وعد على المركز الاول هذا هو المركز المرموق هذا هو المركز الذي يطمع ويطمح اليه الجميع العطية يتقدم مع شوط الانتاج ناموسه بناموسين دائما ما نذكر هذه الكلمة ناموس الانتاج دائما ما يكون له لذة مميزة لانها من الانتاج من المربط وايضا تنتصر انتصارا مع لذة الناموس يكون المزيج طعمه رائع طعم الناموس ناموس الانتاج مع انطلاقة وعد من تتصدر هذا الجمع الغفير نقلة إلى المركز الثاني شواهيل لا تزال بشعار أيضا شعار بن حنظل يتقدم شعار مشهور ومشهورة وغيرها من الأسماء الكبيرة شعار محمد بن صالح بن حنظل آل طلاب الفيد ودخور يا سلام نجم هذا اليوم صاحب ثلاث نقاط شعار المحترف فهد بن سيف آل ابو سعيد الخيارين يعلن الوجود مع سن الإجذاع وفي يوم الإجذاع مع انطلاقة بلشة ويا بلشتكم من بلشة يا بلشتكم من المحترف فهد بن سيف بن محمد آل ابو سعيد الخيارين يتقدم مع بلشة على مستوى المركز الثاني والمركز الثالث السلام كيلومتر أخير على خط النهاية النعيمي على المركز الثالث مع انطلاقة سرابة حسن بن ناصر بن حسن الجفالي النعيمي ولكن العطية ترقص على المقدمة وعد هذه وعد جاءت على الوعد مع المركز الأول ولكن دير بالك من بلشة بلشة قادمة الخيارين قادم المحترف يهدد المركز الأول كعوائد هذا الشعار يبحث عن السوبر هاتريك بعدما انتزع المركز الأول ثلاث مرات مع البكار ويحقق المركز الثاني مرتين سلام على هذا الإبداع نجمول في هذا اليوم مع انطلاقة بلشة ويا بلشتكم من بلشة وشوف القادم شوف القادم بلا حول بلا حول ينطلق مع انطلاقة هوايل مرحبا بهوايل مرحبا براعية الانجازات وراعية العوايد ناصر بن سعيد بن عبد الله بلا حول المري تنطلق الأون تنطلق الأون نجمة من نجومي هذا الميدان صاحبة نقاط عديدة في سن اللقاية تظهر بهذا الظهور المميز مع سن الإجذاع وتنتزع شوط الختام مع الأمتار الأخيرة دائما ما عودتنا على الانطلاق في آخر الأمتار بلشة تحاول المحترف يحاول ولكن بلا حول يسيطر سيطرة واضحة مع انطلاقة هوايل ناصر بن سعيد بن عبد الله بلا حول ينتزع مع هوايل بهذا العرض الهايل سلام هوايل سلام على هذا الفوز وعلى هذا الناموس تنتزع شوط الختام المركز الثاني كان من نصيب بلشة لفهد بن سيف بن محمد آلوب وسعيد الخيارين المركز الثالث شرابة لحسن بن ناصر بن حسن الجفالي نعيم المركز الرابع كان من نصيب العنود لعلي بن راشد بن علي السرعان المري بينما المركز الخامس كان من نصيب يوعد لخليفة بن علي بن حمد العطية لهنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا الى الختام دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر